معايا أعزائي المشاهدين مدخلة جميلة من السيناريست الرائع الأستاذ يحيى العدل مساء الخير وكل سنة وانت طيب مساء الخير يا فنم كل سنة وحببك طيب وخير وصحة وسعادة ودائما يا رب كده من فعنا بحلاكك بحلاكك جميلة حبيب قلبي إن شاء الله عيد سعيد وأنا معايا في الستوديو الأستاذ الجميل سعيد أبو زيد والمطربة الرائعة مريم الحسيني وبيقولوا لك كل سنة وانت طيب يا حبيب نعم الحبايب كلهم مش ربك الحبايب لا كلهم أكيد حبايبك كتير كلهم من الستوديو مش هيكفي يا ريس حد جميل قوي وسطه جميل قوي وعايز أقول لحضرتك كمان إن هو غير إن هو مطرب إن هو بيمثل كمان جميل جدا 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 بيمثل؟ لا دي جديدة بقى ده أستاذ محمد الشاهد مجبهوناش دي مصرحية الأخيرة يمكن أن أقول لحضرتك عليها اسمها المجانين واصلوا مجانين ايه؟ كنت مرشاحوا لدور ظابط وفعلا كان ترشحك محله كان الدور بتاعه جميل جدا 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 هم بتتخيل حضرتك يعني حبيبه وزيحه مرسي جدا لزور أنا عايز أقول لحضرتك إن هو قد الدور بشكل كان سحاك متوقعه جدا فسعيد لا ما شاء الله يعني قدامه مصابل جميل جدا جدا وهم مطربين للجمال جدا جدا وما شاء الله عليه حنجرة يعني مسميه صاحب الحنجرة الزهبية طب يعني صاحب الحنجرة الزهبية ومعايا سيناريست جميل زي حضرتك وإنت بتشيد إن في عمل جميل طب إحنا ما فيش عمل قريب هيطلع فيه سعيد أبو زيد نتفرج عليه تاني لا أكيد طبعا يا فندم أكيد أنا بإذن الله مكتب في مسلسل كوميدي اسمه ستة القلبك ده الاسم المبدئي مأخوز عن برنامج سعى القلبك لكن أنا عملته مسلسل كوميدي كده في تاهي لزيز حلقات وخصوصة نقطة ساعة الأساس سعيد برضو يعني طبعا ما قدرش نسال إن هو حديد قلبي وغير كده إن هو مهوب قوي فهيبقى ليه دور حلو قوي اسمه صنكر هو بيبيع منتجات صينية وكده فطبعا زي ما حدك عارف المنتجات الصينية بتفسد بسرعة ما بتطولش معنا غير كده هو كمان بيقول في الحاجة بتاعته الشعر وكده الناس بتروح تشتير الحاجة وبعد كده تفسد طب الحاجة دي مش قويسة يقول لهم معلش أجمعص دي صنع في الصين بعد كده يجب لكم حاجة ميدان جباني تمام كده يعني موضوع كوميدي ولذيذ ومأخوذ بشكل حلو وماشاء الله يعني عاجب ناس تكرقوي وإن شاء الله ربنا وفقنا ونشغل إن شاء الله بإذن الله يعني وأنا أشكرك على الهوى لأنك أولا يعني أنا أول مرة أتشرف بمداخلة مع حضرتك أو يعني لسه بعرب حضرتك إنك أنت ذكرت بتقولي البرنامج أو المسلسل اسمه ستة لقلبك وبتقول مأخوذ من ساعة لقلبك مزبوط بالزبط كده فأنت جميل يعني إحنا بنشوف حاجات بتبقى معمولة ويقول لك أنا المبتكر أنا المخترع أنا كذا فأنت راجل متواضع وربنا هيديك يعني يعني أصلا أقول حضرتك حاجة يعني أنا أنا يعني أنا ممكن ما ينفعش إن أنا أكذب على الجمهور ولا أكذب على نفسي يعني لو كذبت على الجمهور يبقى أنا أكذب على نفسي ما أنا برضو من الجمهور أنا أصناها الكتابة وأنا بكتب مشاهد فيه مشهد بكتبه وبوقف الكتابة وبضحك عليه أه وأخبر حضرتك تمام يا كتابة يعني أنا بوقف الكتابة وبضحك لأن المشهد فعلا يضحك تمام تمام يعني أنا بوقف يغني ويغني البطاطا وحاجات ديك وخبال حاجاتك فطبعا الكل بيروح عليه عشان يشتري من الكتر ما هو بيقول شعر وبيغني للمنتج بتاعه وفي الآخر بيكتشف إنه هو حاجة صيني بتبوز بصراحة أنا بشكر حضرتك للمداخلة وكل سنة وإنت طيب شكرا يا فندم شكرا لسعادتك كل سنة وحضرتك طيب وخير وصحة وسعادة وصدر المشاهدين والأستاذ سعيد والأستاذ وتابعنا للآخر هتشوف حاجات حلوة وفيه مفاجآت جميلة جدا شكرا اتفضل يا فتا